ولقد وضعنا في مصر نصب أعيوننا أهدافاً طموحة عبرنا عنها في استراجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ ونعمل لدأب على الإسراع من وطيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف واتخذنا خطوات ملموسة نحو إحداث تحول هيكلي في القوانين والتشريعات وأليات العمل الحكومية بما يساهم في التعزيل لاستثمارات الخضراء ولعل البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغزاء نوفي الذي أطلقته مصر مؤخراً هو تكسيد لهذا الطموح وهذا التوجه وأن ما تشهد مصر اليوم من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الإنبعاثات في كافة المجالات هو ترجمة عملية لما نادينا وننادي به من ضرورة تنفيذ الفعل على الأرض وخير دليل على أن الأمل في التغلب على تحدي تغير المناخ لا يزال قائماً إذا ما توفرت الإرادة والعزيمة ولعلكم تتفقون معي أنه إذا كنا نرغب حقيقة في السير معاً نحو مستقبل نضمن فيه أن تبقى درجات الحرارة عند مستوى ما دون الدرجتين مأوية وإذا كنا بالفعل عازمين على صنع مستقبل للجميع وبالجميع فإن واجبي يحتم علي أن أصريحكم ببعض الشواغل التي لابد أن لا نغفلها أو نتناسى وجودها وهي أن قدراتنا كمجتمع دولي على المضي قدماً بشكل موحد ومتسق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقاً لاتفاق باريس إنما هي راهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا ومن ثم فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية خاصةً في قارتنا الإفريقية أن أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار وأنها تتحمل مسؤولياتها بقدر إمكانياتها وبقدر ما تحصل عليه من دعم وتمويل مناسبين وفقاً لمبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء بما يتيح لها درجة من الرضا والارتياح إذا موقعها في هذا الجهد العالمي لمواجهة تغيير المناخ وإن ذلك لن يتأتى سوى من خلال تهيئة مناخ من الثقة المتبادلة يكون محفزاً وداعماً لمزيد من العمل البناء ولن يتأتى أيضاً بدون قيام الدول المتقدمة باختوات جادة إضافية للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها في تمويل المناخ ودعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيير المناخ في الدول النامية والأقل نمواً على نحو يضمن سياغة مصارات عملية لتحقيق الانتقال المتوازن نحو الاقتصاد الأخضر ويرعي ظروف الأوضاع الخاصة لهذه الدول أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن وجودكم هنا اليوم في حد ذاته رسالة تأكيد على الاهتمام الذي تلونه لعمل المناخ العالمي والذي أرجو أن ينعكس في اتساق مواقف دولكم مع عنوان قمتنا وهو التنفيذ عنوان قمتنا وهو التنفيذ ترجمة نانسي قنقر